بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله أما بعد اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين وفرج ما نحن فيه من كل كرب وهم وغم وحجاب يا رب العالمين بتوفيقك وفضلك وكرمك وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآله بيتي وأوليائك الصالحين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين نكمل باب الصبر والصبر هو كفه النفس عن الجزع لأن الجزع هو عكس الصبر وسبب الصبر هو شهود الحق وشهود أفعاله أنك تشهد بمعنى تعلم أن الفاعل هو الله فإذا كان الفاعل هو الله لمن تشتكي فلا يليق ثانياً تيقن أجر الصابر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ثالثاً العلم بأن الجزع لا يكدي لا يكدي الجزع كم من جزع جزعه لم يدفع عنه ضره يبقى تشهد الحق فعل الحق تتيقن من ثواب أجر الصابرين وتعلم أنه لا منفعة من الجزع هذه هي أسباب تحصيل الصبر إن أردت أن تحصله في نفسك عند أي أمر من الأمور يقول سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول وأبا علي الدقاق ده الشيخ المباشر للسيد عبد الكريم القشيري المصنف يقول فاز الصابرون بعز الدارين اللي الدنيا والأخرة لأنهم نالوا من الله تعالى معيته قال الله تعالى إن الله مع الصابرين مع الصابرين إن كان هناك معية لله سبحانه وتعالى فمعيته تكون شاملة في حال الدنيا وفي الأخرة مع الصابرين بتوفيقهم في الدنيا ومع الصابرين بتنعيمهم في الأخرة فهو مع الصابرين على كل حال وقيل في معنى قولي تعالى صبروا وصابروا ورابطوا الصبر دون المصابرة والمصابرة دون المرابطة كأن الآية تأمرك بالصبر أولا ثم المصابرة ثم أن تكون صابرا على ما أنت عليه من صبر أي مواظبا عليه مديما عليه ومرابطا على ذلك أي لا تنتقل وقيل صبروا وقيل صبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله كأن الصبر للنفوس لأن النفوس لها شهوة ولها رغبة فيأتي الأقدار على خلاف شهوتها ورغبتها فتحتاج أن تصبر على اصبروا بالنفوس على طاعة الله والمصابرة تكون بالقلوب على البلوى في الله لتقلبها ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله لأن الأسرار هي محل الشوق إلى الله حيث تريد أن تعود إلى ما كانت عليه من كامل عهدها الأول من كمال المعرفة لأن الأسرار هي الروح بعد نقائها من كل تعلقات البدن وقيل اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله اصبروا في الله أي في البلاء وصابروا بالله أي مستعينا بالله عن المعصير ورابطوا مع الله أي على الطاعة يبقى اصبروا في الله أي في حال البلاء وصابروا بالله أي اصبروا في الله أي في أمر الله إذا وقع فيك اصبروا في الله أي في أمر الله إذا وقع فيك اللي هو البلاء وصابروا بالله أي مستعينا بالله أي على عن معصية الله ورابطوا مع الله أي طاعة لله عز وجل وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاقي وإن من أخلاقي أنني أنا الصبور وقيل تجرع الصبر تجرع الصبر يعني يا أيها السالك تجرع الصبر فإن قتلك قتلك شهيدا وإن أحياك أحياك عزيزا وقيل الصبر لله عناء والصبر بالله بقاء والصبر في الله بلاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء الصبر لله أي لأجل الله فيها نوع التكليف فهي عناء لأن التكليف هو تكليف ما فيه مشق فالصبر لله عناء لأنه فيه التكليف محل التكليف والصبر بالله أي تصير صابراً بتوفيق الله فإن كان مصحوباً بتوفيق الله فهذا هو البقاء فالصبر بالله بالتبر من الحول والقوة فالصبر بالله يكون في إياك نعبد الصبر لله الصبر لله يكون في إياك ومع طاعة الله ومع القيام بالأدب مع الله وفاء وفاء للعهد الأول ألست بربكم قالوا بلى فالكل قال بلى فإذا صبرت مع الله تكون موفياً للعهد الأول والصبر عن الله أي عن بعد الله أي على بعد الله الصبر عن الله أي تاركاً التقرب إلى الله فهذا جفاء فكل الصبر محمود إلا الصبر عن الله فهو مزموم وأنشده والصبر عنك فمزموم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود يبقى الصبر لله وبالله وفي الله ومع الله الكل محمود أما الصبر عن الله فمزموم وهو الصبر على الحجاب وأنشده وكيف الصبر عن من حل مني بمنزلة اليمين من الشمال إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال وهنا بيكلم على الحب العشق الإلهي وقيل الصبر على الطلب عنوان الظفر الصبر على الطلب عنوان الظفر والصبر سلمحا علامة الفرج الصبر على الطلب أي على السؤال من الله طالبا رفع بلائه عنوان الظفر لمرعاة حسن الأدب لأن الإنسان يسأل الله هو في البلاء ويصبر على سؤال الله عالما أن الله سبحانه وتعالى ضمن لك الإجابة على ما يريد لا على ما تريد في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد فهذا هو الأدب فهذا هو الظفر يقول في الحكم لا يكن تأخر أمد الله لك في العطاء مع الإلحاح في الدعاء مجبا ليأسك يعني معنا اصبر على الطلب حتى ولو تأخر العطاء لأن الصبر على الطلب هنا هو ده صبر فيه النجاح والفلاح لأنه تراعي الأدب لماذا؟ لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد كيف أرحمك مما به أرحمك قد يكون البلاء الذي أنت فيه وتريد كشفه يرحمك به أي يعطيك به الثواب الجزيل ويمنعك عن الانطلاق إلى معصيته فكبلك بهذا البلاء فربما يكون هذا في ظاهره بلاء وفي حقيقته نعمة ولذا الصبر على الطلب أي على السؤال من الله حال البلاء عنوان الظفر أي النصر والفرج لحسن الأدب والصبر في المحن يعني في البلاء في حال البلاء بعدم الشكوى وحسن الأدب وعدم الجزع علامة علامة الفرج لأن الإنسان لما يصبر عن الشكوى يبدع عن الجزع فيزدد صبره لما لما يبتدي يشتكي يقل صبره حتى يصل إلى مرحلة الجزع سمعته منصور بن خلف المغربي رحمه الله يقول جرد واحد للصيات يعني ألاعه واحد كده هدوه عشان يجلدوه فلما رد إلى السجن دعا ببعض أصحابه فتفل على يده وألقى من فمه دقاق الفضة على يده فسئل يعني بسق كده فطلع منه فضة مطحونة فحنها بأسنانه فسئل فقال كان في فم درهمان وكان على حشية الحلقة لي عين فلم أرد أن أصيح لرؤيته إياي فكنت أعض على الدرهمين فتكسر في فمي بيديك مثال من الحس يعني كان حط الدرهمين في فمه حال جلده وأحسناء جلده نظر فوجد من يجلد لأجله ناظرا إليه فأراد ألا يظهر جزعه أمام هذه العين التي تراه من الخلق فإذا كان عين الخلق منعته من إظهار الجزع حتى أنه عب على الدرهمين حتى تفتت حتى لا يبدي جزعه فما بالك بمن يراقبك ليلة نهار وتجزع وأنت تحت عينيه فهو يريد أن يعطيك مثال في الحس حتى تستشعره أنت في المعنى وقيل حالك التي أنت فيها رباطك أقامك حيث أرادك أقامك حيث أرادك ربطك فيما أقامك فيه هو ده الرباط وما دون الله تعالى أعدائك وكل ما سوى الله أعدائك لأنه حجاب لك يحجبوك عن وصولك إلى ربك فكل الأكوان حجاب أعداء هنا بمعنى حجاب يحجبوك عن الله عز وجل لأنهم يشغلونك عن مقصودك وما دون الله تعالى أعدائك اللي هو كل ما سوى الله من الأكوان فأحسن المرابطة في رباط حالك يعني بحسن الأدب وعدم الالتفات لغيرك بحسن الأدب فيما أقامك وعدم الالتفات فيما أقام فيه غيرك فلا تتمنى أن تكون في غير مقامك فلا تتمنى أن تكون في غير مقامك الذي أقامك فيه من أمور الدنيا وتمنى أن تكون في غير مقامك الذي أقامت نفسك فيه من أمور العبادة فهذا الكلام يتكلم على مقامك في أمور الدنيا أما في أمور الآخرة فعليك أن تكتهد إلى أعلى اذهب بما في يد الناس يحبك الناس واقنع بما رزقك الله تكون أغنى الناس فلا تلتفت لغيرك حتى تستقل ما أقامك فيه من أقدار رزق أو عافية أو عشيرة أو غير ذلك بل عليك أن ترابط في هذا باكمال حسن الأدب قياما بحقوق الله التي أمرك بها وعدم الالتفات لغيرك وقيل المصابرة هي الصبر على الصبر أي دوام الصبر الصبر على الصبر يعني دوام الصبر فهي المصابرة لا يقال فلان مصابر إلا إن كان مواظبا على الصبر حتى يستغرق الصبر في الصبر حتى يستغرق صبرك يعني دوامك على نفس الصبر فتصير هذا حالك فيعجز الصبر عن الصبر يعني صبرك على البلاء ينتهي قبل دوامك أنت على الصبر فيكون عندك أنت دوامك على الصبر أقوى من صبرك على البلاء هذه معنى يعجز الصبر عن الصبر كما قيل صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا أي صبرا على ما يريده المحبوب وهو الله وقيل حبس الشبلي وقتا في المارستان المارستان اللي هو بيسموه مستشفى الأمراض العقلي احنا نقول عليه أمورستان مش كده برضو المصريين يقولوا عليه أمورستان اللي هو ايه يعني مكان ايه المرضى العقلي لأن الشبلي كان يغلب عليه الجذب فكان أحيانا يفتكروا مجنون فيقبضوا عليه وقدوا مستشفى l'امراض العقلي لأنه كان يغلب عليه أحوال جذب كده يقول كلام الناس مش فهمه وهو له معنى عميق لكنه الناس مش فهمه فيروحوا قبضين عليه وحطوه في مستشفى الأمراض العقلي فحبس الشبلي وقتا في المارستان فدخل عليه جماعة من مريدي بقى اللي عارفينه يعايزين يزروه فقال من أنتم فقالوا أحباؤك قالوا له الجماعة التمرجيين اللي قاعدين هناك على العنبر اللي قاعد فيه دول أحبابك جايين يزروك جاءوك زائرين فرح واخد الحجرة وقاعد يرميهم به طبعا هم ما يفتكرون مجنون بقى مية المية بقى فأخذ يرميهم بالحجر وأخذوا يهربون فقال يا كذبون لو كنتم أحبابي لصبرتم على بلائه هو برضو فيها معنى معنى عميق يعني كأن يعني الابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده كالحجارة التي هو يرميها تمثيل فقط مجرد تمثيل فإن كنت تدعي أنك تحب الله فلما لا تتحمل بلاء الله الشكل قال له يا كذبون إن كنتم أحباب لو كنتم أحبائي أحبائي لصبرتم على بلائه زي ما قلت لك المصريني ويقول لك إيه ضرب الحبيب زي أكل الزبي ما هو ده نفس المعنى اللي هو عايز يبينه الشبل لو ربك حبيبك صحيح وبتحبه صحيح يبقى كل ما يفعله فيك هو عين الرحمة وعين المحب وفي بعض الأخبار بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي بعيني يعني بعلمي تحت بصري بإحاطاتي دي المعنى بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي أي محبة فيه يعني ما يتصبر الصابرون من أجلي أي لرضائي بتقبلهم بلاء معناه أن الكلام هنا في تكملة بقى مقدرة فأوفيهم أجورهم بغير حساب مثلا تبقى فيها حاجة كده مقدرة تفهمها أنت بقى ما هو المفروض اللي يقرأ الكتاب ده يكون بيفهمه ويطير والمصريين أصلا بيفهمه ويطير مش كده يقول لك كل واحد يقول لك ده المصريين دول يفهمه ويطير دول دهن والهوى دوك مش بيعملوا كده فربنا يعينهم على ما أقمهم فيه بعين ما يتحمل المتحملون من أجلي يعني فأوفيهم أجورهم بغير حساب وقال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا نفس المعنى وشوف هنا جماعها بأعيننا جماعها هنا علشان الجماعة إياهم اللي ياخذ لك كل ألفاز من دي يعتبرها جارح ما مرة يقول بعيني ما مرة يقول بأعيننا طب هو عين واحدة ولا عين كتير طب ولو كتير كامعين لو هنمشي بالجوارح بقى لكن المسألة مش مسألة جوارح لابد أن تصرف عن معنى الجارحة ونفهم منها بمعنى الحفظ بمعنى الكلاءة كما فهمها كل ولماء المسلمين على مر العصور لحد ما تلعب طائفة إياها اللي تعرفهم وبعدين تعبوا الناس وتعبوا أنفسهم بأعين ليه جمعها يعني يبين هنا كمال حفظه مع كمال إحاطته من جميع الجواند فيجمع الأعين عشان يبين كمال الحفظ من جميع الجواند من جهات متعددة فربك بكل شيء محيط فهو من باطنه ومن ظاهره وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه وعن خلفي ومن قبله ومن بعد محيط به يعلم أحواله ويوفقه فيه هذه معنى بأعين فالجمع هنا لبيان شمول إحاطته سبحانه وتعالى بتوفيقه لعبده وقال بعضهم كنت بمكة فرأيت فقيرا طاف بالبيت وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومر فلما كان بالغد فعل مثل ذلك طاف برضو بالبيت وبعدين في إيده والرقعة كده مكتوب عليه حاجة يبصرها كده طاف جيبه ويمشي فترقبته أياما وهو يفعل مثل ذلك فيوما من الأيام طاف ونظر في الرقعة وتباعد قليلا وسقط ميتا فأخرجت الرقعة من جيبي فإذا فيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يعني مات شوقا يبقى مات شوقا لله عز وجل لم يتحمل لذيذ الخطاب وقيل رؤية حدث يضرب وجه شيخ بنعله حدث يعني شاب كده لأوب يضرب وجه الشيخ بنعله فقيل له ألا تستحي تضرب حر وجه شيخ بمثل هذا فقال جرمه عظيم فقيل وماذاك فقال هذا الشيخ يدعي أنه يهواني ومنذ ثلاث ما رآني طبعا ده بيان مثال على أن الصبر عن المحبوب مزموم بيدعي أنه هو بيحبه بعدين يصبر عنه ثلاثة يام يبقى كده فهمت المعنى فهو بيبين لك هنا بمعنى حسي أن الصبر عن المحبوب مزموم لأنه يقتد اللوم وقال بعضهم دخلت بلاد الهند فرأيت رجلا بفرد عين يسمى فلانا الصبور فسألت عن حاله فقيل هذا في عنفوان شبابه سافر صديق له لأ رجل بعين واحدة يعني فرد عين يعني بعين واحدة مفتوحة والتانية مغمضة ويمسمين الصبور فبيقول حاله فقيل هذا في عنفوان شبابه سافر صديق له فخرج في وداعه فدمعت إحدى عينيه ولم تبكي الأخرى فقال لعينه التي لم تدمع لما لم تدمع على فراق صاحبي لأحرمنك النظر إلى الدنيا وغمض عينه فمنذ ستين سنة لم يفتح عينه هندي بقى بيعاقب نفسه بش المصريين أما حد ييجي يقول له أنا هندي يعني إيه يعني هو بيبين لك برضو مثال حسي إن الإنسان لابد أن يعاقب نفسه إذا وجد فيه صبرا عن محبوبه فإذا وجد في نفسه صبر عن الله بالحجاب لابد أن يعاقب نفسه بحرمانها من بعض المباحات فإن من المباح إيه؟ إنه كان يرى بعينيه فمنع نفسه من بعض المباحات عقابا لنفسه فهو بيديك رمز يعني رمز بس رمز يكون صارخ ما هو ربك بيخلق الناس دي كلها علشان تديلك بعض الرموز الصارخة علشان في ناس ما بتفهمش إلا لما تبقى الرمز صارخ جدا بيصرخ وبالرغم من كده بقى برده مستعملوا إيه؟ بتقول إيه؟ ويا واطف بيصوت أكثر ما بيصوت يقول له تعلي صوتك شوية فهو ربنا بيدي لك رموز من الناس على مر العصور عشان يبين لك بعض المعاني اللي تفهمها إنت تفهم المعنى ده إيه؟ إن كدت لو وجدت في نفسك صبرا عن الله وهذا مزموم فعليك أن تعاقب نفسك بأن تحرمها من بعض المباحات تحرمها من بعض المباحات دي من طريقة تهذيب للنفس وقيل في قولي تعالى فاصبر صبرا جميلة الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو الصبر الجميل إن الإنسان صاحب المصيبة تبقى رايح تعزي واحد معين وانت ما تعرفوش تخش تسلم على كل الناس وتسأل فين صاحب المصيبة مش باين يعني دليل ده إن صبره جميل لكن انت لما بتروح تعزي واحد في المصيبة بتعرف على صوت صاحب المصيبة تلاقيهم مسندينه مقعدينه ومقومينه وبيهووا عليه وعينيه حمرة مش قادر يوقف وقال لك داخل شوية مستريح أو في المستشفى أو أي حاجة يبقى باين بقى علي يبقى ظاهر علي يبقى لم الصبر جميل ده بيبقى فيه جزع فاصبر صبرا جميلا الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبالي أيهما ركدت الصبر يكون على البلاء والشكر يكون على النعمة فبقول والله لو كان الصبر والشكر بعيرين أي بعير نركبه ده دليل كمار رضاه لأن اللي وصل لمقام الرضا عنده البلاء والنعمة سواء لأنه يرى الفاعل فإذا كان الفاعل واحد فيبقوا الاتنين واحد يبقى البلاء والنعمة حاجة واحد ليه لأنه نظرة للمصدر هي دي هي دي وحدة الوجود عند الصفية اللي يتكلموا عليه أنهم ينظروا أن الأفعال متعددة والفاعل واحد فلا يرى في الأكوان إلا واحد يا دي معناها وحدة الوجود عند الصفية مش مسألة حلول زي ما بيقولوا عليهم بيتبلوا عليهم لكن هي المسألة أنك أنت تختصر ما تراه من تعدد في الأكوان وفي الأفعال إلى فاعل واحد هو ده كمال التوحيد فلا يرى إلا واحدا فإن كان لا يرى إلا واحدا فالكل معه سواء لأن الفاعل واحد كن مع الله على ما يريد خلاص تب أنت في كمال وعلى شكرة سيدنا عمر دليل أن سيدنا عمر وخطبه وبيقول كده وصل إلى عين الوحدة عين كمال الوحدة لما بيقول لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبالي أيهما ركبت لكمال رضاه بما أقامه الله فيه من بلية أو عطية فهمت بقى المعنى لكمال رضاه بما أقامه الله فيه من بلية أو عطية تبع عنده سواء ليه لأنه يرى المبلي والعاطي واحد فلا ينظر لما أعطاه بل ينظر للمعطي وكان ابن شبرومة رحمه الله إذا نزل به بلاء قال سحابه ثم تنقشع أي ما يجعلك بلاء أنا فضل لي صفحة وحده وأنطرف على طول هذا وكان أنت السبب يحمل كنا هنمشي ليزعل من نمشي هو بيدي السلم في المنطق وكان ابن شبرومة رحمه الله وإذا نزل به بلاء قال سحابه ثم تنقشع لأن كل ما سوى الله يتغير كل ما سوى الله أصلا مبني على التغير والله دائم باقي لا يزود زي ما أدت لك مثال زمان قلت لك هتنزل محطة جاي فخلاص أدم هتنزل محطة جاي إيه المشكلة هتقعد في السلم جوه في كرسي جوه على الباب كله زي بعض ومن نزل محطة جاي تصور نفسك أنك في أوتوبيس كده بل يمكن اللي قاعد جوه مترستق لما يجي ينزل يتعب يعني المناعم جوه لما يجي ينزل حي يتعب لكن اللي قاعد برا في الهوى في الطل ده أول ما يجي عايز ينزل ينزل هوا سهل أو ده زي الفقير اللي ما حلتوش حاجة في الدنيا اللي يجي يموت كده ارتباطاته قليلة يطلع منه هوا زي ما قال الدكتور علي جمعة مرة إن واحد بيحسبوه على أعماله واقف على الطاصة السخنة فبيقول له قال له كان عندي معزة وماتت فرح نط منها خلاص ما حلتوش حاجة إنما التاني بقى عنده ملايين وعنده شغل أنا بقى حيتسائل على مليون مليون وكل مليون ألف ألف وكل ألف مية مية وكل مية عشرة عشرة مش هنخفص النهار ده ده اللي قعد مترستق جوة فأنت إزاي فأي طالما الحكاية محطة جاي وحننزل تبقى سهلة وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الإيمان فقال الصبر والسماحة الإيمان والصبر والسماحة أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلامي رحمه الله وقال أخبرنا محمد بن أحمر بن طاهر الصوفي قال حدثنا محمد بن علي التجاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سويد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن عبيد عن عمير عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال الصبر والسماحة يعني هو ألك الحديث في الأول بغير إسناد وبعد نعاد مرة أخرى بإسناد وسئل السري عن الصبر فجعل يتكلم فيه سيدنا السري الثقتي شيخ الإمام الجنيد فدب على رجله عقرب وهو بيكلم الناس على الصبر ربنا أراد يختبر والي كبير فبعت له عقربة تقرس يكلم الناس على الصبر حيجزع بقى ويفر لا اتكسف بقى فدب على رجله عقرب وهي تضربه بإبرتها ضربات كثيرة وهو ساكن فقيل له لما لم تنحيها فقال استحييت من الله تعالى أن أتكلم في الصبر ولم أصبر وده حال أهل التجريد إنما حال أهل الأسباب اللي زي حالاتنا قوم يجري قوم يجري ويخلص هتزيب نفسك العقربة تقرسك يعني تاخد بالأسباب لا تهلك نفسك مش كده برضه أهل الأسباب كده أهل الأسباب أما ياخد بالأسباب يبقى هو ده الواجب في حقك إنما دول من أهل التجريد يبقى هو دول حالهم غير حال أهل الأسباب لما تجي لك عربة ما تقولش سيد نفسرية وتعود ديها رجلة أخذ بالأك فأيه المسألة كده تفهم إمتى تبقى زيه وإمتى تبقى مزيه لأن إحنا قلنا في ناس أهل تجريد وفي ناس أهل أسباب وفي بعض وفي بعض الأخبار الفقراء الصبر هم جلساء الله تعالى يوم القيامة يعني خصت الله خصت أهل الله هم دول جلساء الله يعني خصت أهل الله وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فماطلته بالإجابة يعني أخرت عطاءه ماطلته بالإجابة يعني أخرت عطائه فشكاني فقلت يا عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في تغيانهم يعمهون يبقى الضر ده بيرحمنا به شكذا برضو بنص القرآن ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في تغيانهم يعمهون يعني الضر عين الرحم واضحة سهل وقال ابن عيين في معنى قولي تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قال لما أخذوا برأس الأمر اللي هو الصبر على قدر الله وفي الله وبالله جعلناهم رؤساء سمعت الأستاذ أبا عليين الدقاق يقول أن الصبر حده أن لا تعترض على التقدير فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر يبقى لما تشتكي للدكتور تقول لنا بطني بتوجعني ده مش جزع مش عدم شاء صبر لأن أنت مش بتقول على بتشتكي ربك ده أنت بتطلب الدواء تهمت؟ ما بتقولوش على إيه؟ يعني على غير وجه الشكوى للشكوى من الله يعني من فعل الله لا ده أنت بتوصف بس اللي أقامك فيه تصف اللي أقامك فيه زي الرسول صلى الله عليه وسلم لمعينه دمعت فقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله يعني لنا نشتكي الله قال الله تعالى في قصة أيوب إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب مع ما أخبر عنه تعالى أنه قال ما استني الضر يعني سيدنا أيوب لو ما قال ما استني الضر ما لاش على وجه الشكوى عنشان كده ربنا قال عليه صابر برده وسمعته يقول يبقى لما بيقول ما استني الضر اظهر التزلل بيظهر التزلل لله عز وجل لأن اظهر التزلل حال العبادة من أداب العبادة من أداب الدعاء وسمعته يقول استخرج الله منه هذه المقالة يعني قوله ما استني الضر لتكون متنفسا لضعفاء هذه الأمة عشان بس الناس الضعيفة شوية تفتفض شوية لما يفتفض شوية فتكر أن سيدنا أيوب برده قال ما استني الضر يعني مجرش حاجة يعني حتك كده ايه فتفضة يعني بمعنى المصريين يسموها فتفضة فتفضة يعني ايه يعني يخرج ما زاد في قلبه عن احتمال كتمانه يوم ايه يخرج حاجة وقال بعضهم إنا وجدناه صابرا ولم يقل صبورا مع أن صبور أعلى ليه قال صابر وما قالش صبور لأنه لم يكن جميع أحواله الصبر بل كان في بعض أحوال يستلز البلاء لكمال الرضا بربه ويستعذبه فلم يكن في حال الاستلزاز بالبلاء صابر فلذلك لم يقل صبورا يعني سيدنا ايوب كان بين الربا والصبر بين مقامي الربا والصبر بل بين مقامي المحبة وهي استلزاز البلاء اللي يسموه المحبة اللي هو أعلى من الرضا وبين مقام الصبر أحيانا ولذا لم يقل عليه صبورا سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول حقيقة الصبر الخروج من البلاء على حسب الدخول فيه يعني زي ما تخرج من البلاء تدخل في البلاء بالربا وتخرج من البلاء بالربا هذه معنى الصبر الخروج من البلاء على حسب الدخول فيه يعني تدخل فيه راضي وتخرج منه ما زلت راضيا غير جزع مثل أيوب عليه السلام فإنه قال في آخر بلائي مستني الضر وأنت أرحم الرحمين ما قالش يا ربك شفه قال يا ربك شفه قال مستني الضر بس بيقرر حقيق وأنت أرحم الرحمين يعني والله لو خلتني فيه فهي من رحمتك لو أزلت عني فهي برضو من رحمتك يعني أنا قابل ما أقمتني فيه شفت أدب أدعية الأنبياء مستني الضر وأنت أرحم ما قالش مستني الضر ورحمني واكشفه وأنت أرحم الرحمين يعني بيبين كمال عجزه عن فهم مراد الله منه فربما يكون إقامته في هذا البلاء هي عين الرحمة فإذا كان هذا الأمر إن لم يكن بك علي سخط فلا إيه فلا أبالي أديك مقام النبي برضا صلى الله عليه وسلم لأنه وإمامهم في هذا صلى الله عليه وسلم فحفظ أدب الخطاب حيث عرض بقولي وأنت أرحم الرحمين ولم يصرح بقولي ارحمني واعلم أن الصبر على ضربين يعني نعين صبر العابدين وصبر المحبين صبر العابدين ده مطلوب على العبادة تكليف صبر لله وفي الله وبالله ومع الله ده العابدين طب المحبين ده صبرهم ما يستحملهوش عن الله فهمت إزاي يبقى صبر المحبين ده مزموم وصبر العابدين ده مطلوب فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا يعني دائما وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوظا وفي معنى أنشده تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواديب بيقول للحبيب وما يمكشي وقت ما تسافر بس إن شاء الله ربنا أوين إن شاء الله إن شاء الله ما تقلقش حنظل على العهد وبعدين وقت بقى الفرق وحيركب الطيارة وحيمشي كل الكلام اللي قاله ده طلع كد بقى عاية ويولول وقلب الدنيا فهمت إزاي وقت الجد بقى ما يصبرش ده المحب تبين يوم البين يعني يوم الفراق أن اعتزامه على الصبر قبل ذلك كان بيقول أنا حعزم على الصبر إن شاء الله ربنا أوينه من إحدى الظنون الكواديب وفي هذا المعنى سمعت الأستاذ أب علي رحمه الله يقول أصبح يا عقوب عليه السلام ده رمز للمحب والمحبوب في الحس سيدنا عقوب يحب يوسف مش كده برضه حب يوسف جدا سيدنا يوسف فبيديك رمز بقى للمحب والمحبوب يقول أصبح يا عقوب عليه السلام وقد وعد الصبر من نفسه فقال فصبر جميل أي فشأني صبر جميل يعني بلا شكوى ثم لم يمسي حتى قال يا أسف على يوسف ما استحملش برك فبرد نفس عن نفسه وقال يا أسف على يوسف والله أعلم ونقف على باب المراقبة إن شاء الله يوم السبت القادم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما بسرق أن تكون خافل أن تكون خافل عروا وقت العبات